حتى هذه المقدمة تعالوا معنا الى مجموع الايات القرآنية كم آية عندك في القرآن ها ستة آلاف من ذاكرين من مائتين كسر الى خمسمائة وستمائة سأقعد بعض آخر هسأل لماذا هذا الاختلاف في عدد الآية ستة آلاف نيف من ال او كذا من المائتين او ثلاثمائة مولانا انا اريد اعرضه اعرض الروايات على ماذا على القرآن عدد شن يعني اعرض على سورة الحمد والسورة البقرة والسورة الناس ياهو مني وين اعرضه وين اعرضه عزيزي يقول اعرضه على القرآن هو مجموعة ماذا من الآيات ها ومجموعة من السور اذا عندما نريد ان نفهم القرآن لابد ماذا لابد ان تكون عندنا منظومة معرفية كيف احتجنا الى علم اصول لفهم وسائل الشيعة نحتاج الى علم اصول لفهم ماذا لفهم الآيات القرآن يعني بعبارة استاذنا الشهيد كما نحتاج في الفقه للاستنباط الى منطق علم الفقه في القرآن ام لكي نفهم القرآن نحتاج الى ماذا ها الى منطق فهم القرآن ومن هنا جاءت هذه المحاولة التي نحن وقفنا عندها تفصيلا واتصور لعلها اول محاولة بهذا التفصيل وهو في كتابنا منطق فهم القرآن في ثلاث مجلد هذه ما جاءت جزافية لا العنوان جاء جزافي ولا البحث جاء جزافي لان انا معتقد ان المنظومة التي اتحرك بها او الحركة الفكرية مالتي منظومة متكاملة كما اعتقد لان انا عندما اعتقد ان القرآن هو المرجعية الاولى اذا لابد ان اعطي ماذا قوانين ومنطق فهم القرآن الكريم وان لا ما لم نقف على منطق فهم القرآن الكريم لا يمكن ماذا لا يمكن ان نجعل القرآن لنا مرجعية في ذلك اذا مرجعية القرآن هس المرحلة الاولى كما نعتقد او المرحلة الثالثة او الرابعة كما يعتقد الاصولين عندنا كالسيد الخوة والسيد الصدير وغيرها في النتيجة لا بد ماذا لا بد من علم اصول التفسير ولذا قلت لا تقولوا علم الاصول لا 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 قولوا علم اصول الثقه ثقه حتى يميز عن علم اصول ماذا التفسير حتى يميز عن علم اصول التاريخ التاريخ ام تريد تفهم انت تحتاج الى علم الاصول مو علم الاصول الثقه لا 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 وانما الى علم يعني الى منطق التاريخ لانه الروايات التاريخية منسجم بعضها مع بعض ومتعارضة كثيرا مولانا ها متعارضة لهم متعارضة دلني على واقع تاريخية واقع واحدة لم يقع فيها الاختلاف دلني قل لي هذي متفق عليها والله ممتفق حتى عند الشيعة او عند السنة فضلا عن الشيعة ماذا والسنة سؤال كيف نحاكم هذه النصوص التاريخية ما هو الطريقة انه نقول خبر الواحد مولانا ها الروح المعجم الرجال نشوف ثقه لهم ثقه بل هذا نافع اين في الفقه ولكنه ليس نافعا في التاريخ شكرا